في كتير خوف في النساء في الشرق الأوسط من المستقبل المجهول يعني مثلا في ستات كتير بيأكلوا ضرب مع أن الكتاب المقدس منع منعا باتا الضرب يعني ما فيش إش اسمه ضرب عندنا في المسحي ولا حتى في العهد القديم أنك تضرب زوجتك لكن اليوم في بيوت في نساء كتير عم تضرب عم تهان عم بتشعر بإحساس الخزي والزل والعار ومعندهاش أنت في كلمة حبيتها منك عدم الإحساس بالأمان يعني معندهاش رجاء فهي بسبب المجتمع والعيلي والأولاد والزوج أو يعني بتضطر أنه زي تعيش في هالجحيم بس عشان تكمل هالرسالة الحياة لهيدي المرأة منقول في أمل بالرب طلعي لفوق مثل ما قلنا قبل بالحلقة النبع من فوق ما بينضب فيه خوف من المجتمع ويمكن بحالاتهم بالعيال يعني كل عيلة حالتها خاصة كل مرأة حالتها خاصة بس ما راح الأمل لأنه فيها تكون هايدي الشخصية يلي بتغير شوي شوي يعني مش ما ضروري يكون تغيير شاسي بإشياء بسيطة مع عيلتها مع أولادها مثل ما بيقولوا بالإنجليزي baby steps فيها تغير تتكل على الرب تفتح كلمة الرب تاخد الشجاعة من هون تاخد القوة من هون وأنا مأكدة بيصير في تغيير اشتركوا في القناة